إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها الإخوة والأخوات في حلقات مضت تحدثنا عن أهمية الصلاة وعن مكانتها وعن شأنها العظيم عند الله تتمة لذلك الموضوع ارتأينا أن نكمل بهذه الفقرات التالية شوفوا لأهمية الصلاة ومكانتها عند الله أننا لما نصاب بالقحت والجفاف والجذب وش نديره؟ شرع الله لنا صلاة الاستسقاء سبحان الله لما يكون الجفاف ومكانش القطر ربي أمسك عنا القطر ها سبحانه عز وجل يعني مكاش المطر ربي عز وجل يوجهنا للصلاة ربي يقولنا صليوا وتذرعوا إلى الله بالدعاء ربي يكرمكم بالغيث سبحانه عز وجل فشورعت صلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء في القرآن مكاش ولكن صلاة الاستسقاء جاءت في السنة يعني بيّنها درها النبي عليه الصلاة والسلام أبيّنها وصلاها هو في ذاته صلى الله عليه وآله وسلم جاءت في صورة في صورة من صورها هي رفع الدعاء على المنبار واستقبال القبلة ها فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثابت هذا في الأحاديث الصحيحة وفي حاديث الأعرابي الذي دخل على الرسول ويشكيله وقل الجفاف وقل القحت وقل الجذب وقال له مكانش الغيث فرفع رسول الله في يوم الجمعة رفع الرسول يديه ويدعي في ربي سبحانه وتعالى يستسقي وصورة خلاف خرج النبي إلى المصلى عليه الصلاة والسلام خاشعا متبذلا متواضعا مخبتا لله سبحانه وتعالى صلى بالناس ركعتين عليه الصلاة والسلام وبعد ما صلى الركعتين اخطف الناس خطبة صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا فانظروا إلى أهمية الصلاة لما أصبنا بالجذب والقحت أرشدنا الله أن نفزع لصلاة لاستسقائي فنسأل الله العظيم الكريم من فضله ونسأل الله الغيث ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالماء من السماء لتحيا به البلاد ويحيا به أيضا العباد ومن عظيم شأنها وقدرها عند الله أننا إذا رأينا آية كونية شفنا آية كونية من آيات الله العظيم الباهرة فإننا نفزع إلى الصلاة أيضا ومن هنا جاءت صلاة الكسوف ولا صلاة الخسوف كسف القمر خسفة الشمس فنفزع إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في زمانه صلى هذه الصلاة وقال وقال إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان ولا لا ينكسفان لموت أحد وبالمناسبة كان وقع هذا الكسوف في زمان النبي ولا هذا الخسوف وسبحان الله يقدر ربي أن هذا النهار مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يعتقد الناس باش ما تفسدش العقيدة والتوحيد ها يعتقد الناس بلك يقولوا بل لهذا الكسوف ولا هذا الخسوف كان من أجل وفاة ولد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي حفاظا على جنب التوحيد قالوا أيها الناس إن هذا هذا الذي ترون من خسوف الشمس ولا خسوف القمر هذا لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد كاش تقديس انت عن أشخاص وإنما هذا من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة صليوا حتى ينجل ذلك فشورعت صلاة الكسوف ولا الخسوف عن طريق السنة النبوية وبين النبي صلى الله عليه وسلم هما ركعتان بأربع ركعات وبأربع سجدات فسبحان الله نتأمل مليا وننظر شوف أمر الصلاة في كل أحوالنا نصاب بالقحط والجفاف نلجأ إلى الله نرى الآيات الباهرة كي تنجل هذه الآيات فنفزع قال فافزعوا إلى الصلاة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامتها وأن يوفقنا لأدائها والحرص عليها والمحافظة عليها وإذا كان شيء من مسنوناتها كصلاة يعني سنة مؤكدة كالاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف إذا ما كان ذلك فإننا نعمد إلى إقامتها طلبا لرضوان الله وطلبا لرحمته وعفوه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى ونسأل الآن الحمد لله الأمور متاحة نسأل عن صلاة الاستسقاء ونسأل عن صلاة الكسوف وصلاة الخسوف ونتعلم هذه شريعة أمرنا الله أمرنا الله بتعلمها وأمرنا الله باتباعها وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فما علينا إلا أن نشمر على أيدينا على سواعدنا ونتفقه في ديننا ونسأل الله التوفيق كل من أراد الله به خيرا فقهه في الدين كما في حديث معاوية في صحيح مسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فتعلم عباد الله فالعلم يرفع من شأنكم عند الله ويعظم قدركم عند الله بالتعلم وبالعلم وبنشره في أوساط الناس اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته لنا سهلا وأنت إذا أردت سبحانك أن تجعل الحزن تجعله سهلا اللهم سهل أمورنا برحمتك الواسعة اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين وقضي الدين عن المدينين واشف الله مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أمن في بيوتنا وأوطاننا وأصلح لنا أئمتنا وولات أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا يقول الحق وهو يهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر